هي الخدمة القائد خادم حقيقةً هذه الكلمة لها مجال سنة الإنسان يبحثها القائد مجرد خادم أعي ما أقول القائد مجرد خادم هذا كلامه أهل البيت عليهم وأصلى الله عليه وسلم سيدو القوم خادم وهم نصوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله هذه ميزة جدًّا بارزة في القيادة الدينية القائد خادم مجرد خادم بما في الكلمة من معنى الخادم شنو شغله الخادم شنو ممارسته الخادم شنو دوره دور الخادم هو دور القائد القائد مو واحد اللي يركب أشتاف في القيادة الدينية ما إلى ميزة سلطة في المقابل الآخر أهم عامل فيه أنه خادم دوره دور الخادم لازم يؤدي الخادم شنو يسوي الخادم من الأمور الحقيرة ممكن يسويه إلى الأمور الخطيرة الأمور الخطيرة إذا واحد من خادم تصدى لأمر خطير هذا ليس زيادة في شأنه يبقى هو خادم ما كفر غفر خادم في نقل مبلغ بسيط أو في خادم في نقل مبلغ مليارات بالنتيجة لا يملك شيء الخادم معياره ميزته أنه لا يملك شيء مأمور لقد كنت أمس أميرا فأصبحت اليوم مأموره هذا نص كلام أمير المؤمنين هذه افتخارات أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم هو نعم يدل على مظلوميته صلى الله عليه وسلم بس هذه معايير يضعها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في القيادة الدينية الخدمة للبلاد والعباد حتى الموظف حتى عامة الناس حتى أفراد المجتمع القائد مو هسه بس يخدم الموظفين تبعه لا هو قائد رجل يقود الأمة كلها يروح ينزل إلى المجتمع هذا كان شأنه رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقعد بيه العبيد يكن اللي في الرواية أكو أنه لما كان يدخل عليه رجل غريب ما كان يقدري شخص يقول لهم يقول له هذا كافر مثلا ما يدري مو من المسلم يقول لهم أيكم محمد صلى الله عليه وآله